ليلة دامية عاشتها مدينة المكلة بعد سلسلة تفجيرات إرهابية ضربت مناطق متفرقة وكانت بالنسبة لعشرات من العسكريين بينهم مدنيون العشاء الأخير حيث سقطوا بين قتيل وجريح جراء ثلاثة عمليات استهدفت حواجز أمنية ومقرات عسكرية تؤكد المعلومات أن المنفذين استخدموا طرقا عدة بينها وسيلة المواصلات أو ما يعرف بالتوكتوك كان يوزع وجبات الإفطار بالإضافة إلى أحد المركبات التي استخدمت في التفجير كما أن تسلل بعض المنفذين من الانتحاريين إلى موائد الإفطار للجنود أوقع العديد من الضحايا في عدة أماكن معسكر الاستخبارات وحاجز الجسر الصيني في منطقة الديس وحاجز باشريف في مفرق حي الشهيد وصالت مكة في طريق منطقة المنصة الجميع حولتها عناصر التنظيم الإرهابي إلى أهداف لعملياتها بهذه السلسلة الإرهابية تبدو محافظة حضرموت خاصة وربما البلاد عموما في عين الإرهاب بالنسبة لهذا التنظيم خصوصا بعد معلومات أدلى بها المسؤول الأول في المحافظة عقب العمليات الإرهابية الذي قال إن هذه الجماعات تتحرك مستندة إلى ملايين الريالات تستخدمها لتنفيذ عملياتها الانتحارية اللواء بن بوريك أكد أيضا اكتشاف مخطط واسع لعمليات إرهابية أحبطتها الأجهزة الأمنية أكتشف ناس سلسلة من الألغام والمتفجرات بطريقة الدوائر الكهربائية معقدة بحيث الشارع هذا يتفجر بما فيه من سكان وبيوت والشارع الثاني يتفجر شهية الانتقام لن تكون غير هذه بالنسبة للتنظيم الذي لاق ضربة مجعة قبل عدة أسابيع من الجيش الوطني المعزز بطيران التحالف أجبر على إثرها ما تبقى من العناصر على الفرار خارج المدينة اشتركوا في القناة